اشتركوا في القناة الاسبوع الماضي مذكرة احتجاج الى السفارة المغربية بسبب اقامة مزرعة لطربية الاسماك في المياه التابعة للجزر الجعفرية الخاضعة لسيادة الاسبانية وقالت الصحيفة انه رغم محاولة الحكومة الاسبانية في الاشهر الاخيرة تفادي الاحتكاك مع المملكة المغربية بهدف تجاوز ازمة ديبلوماسية حادة لم تنتهي بعد بشكل نهائي الا ان وزير خارجيتها خسي مانويل الباريس اعتبر ما حدث احتلالا غير قانوني للمياه الاقليمية الاسبانية وتهديدا للبيئة وخطرا على سلامة الملاحة البحرية واشرت الصحيفة ان وزارة النقل الاسبانية فتحت تحقيقا مع الشركة الاسبانية مورينوتا التي قامت بتوريد وتركيب الاقفاص البحرية لصالح الشركة المغربية صاحبة المشروع قتل ما لا يقل عن ثمانية اشخاص وجرح نحو عشرين اخرين في انفجار عنيف هزى صباحة اليوم العاصمة السوملية مقدشو وقالت مصادر من الشرطة بحسب ما نقله موقع هيران المحلي ان ثمانية اشخاص تأكدت وفاتهم في الحادث لكن لم يتضع على الفور ما اذا كان الطلاب والمعلمون من بين الضحايا وقد تم تدمير اقسام من مدرسة المقاصر خلال الهجوم الذي وقع بالقرب من المدرسة واعلنت حركة الشباب المتشددة مسئوليتها عن الهجوم مشيرة الى انها استهدفت المدربين الغربيين الذين كانوا يغادرون قاعدة جوردون والعسكرية في طريقهم الى معسكر قاعدة هالا الواقع في محيط مطار ادم عدي قضى سبعة وعشرون مهاجرا على الاقل الاربعاء بعدما غرق زورقهم قبالة كالي خلال محاولتهم العبور نحو السواحل البريطانية في كارثة انسانية غير مسبوقة استدعت من باريس ولندن اتفاقا على الضرورة الملحة لتعزيز التعاون بينهما وطالب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بتعزيز فوري لوكلة فرونتكس الاوروبية وباجتماع اوروبي طارئ متعهدا ان لا تسمح فرنسا بتحول المونش الى مقبرة من جهته دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الى اجتماع لبحث الوضع في المونش مشيرا الى انه يريد بدل المزيد من التعاون مع فرنسا لمنع العبور غير القانوني طالب نواب اردنيون الاربعاء بعقد جلسة مستعجلة لمجلس النواب الاردني لمناقشة اعلان النواية الذي وقعه الاردن والاحتلال الاسرائيلي للتعاون في انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتحلية المياه وطالب المواقعون في المذكرة نيابية بعقد جلسة مناقشة عامة حول اتفاق النواية الذي وقعته الحكومة ممثلة بوزير المياه مع العدو الصهيوني والامارات بشكل مستعجل ووقع الاردن والكيان الصهيوني في دبي الاثنين اعلان النواية علق رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي على الاحداث وموجة الاحتجاجات الاخيرة التي شهدتها محافظة السليمانية في اقليم كردستان العراق وكتب الكاظمي عبر تويتر الاحداث المؤلمة الاخيرة باقليم كردستان والاسيام بالسليمانية العزيزة تستدعي موقفا مسؤولا من الجميع لحماية السلم الاجتماعي وايقاف التدهور واضاف التدهورات السلمية حق مكفول دستوريا والاعتداء على المتظاهرين كما الاعتداء على الاملاك العامة او الخاصة امران مرفوضان اوردت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية ان دولة الامارات اعلنت تأسيس صندوق بقيمة عشرة مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا واشرت الوكالة الى ان الاعلان يأتي عقب المبحثات التي جرت الاربعاء بين اردوغان وبن زايد لتعزيز دعم الاقتصاد التركية وتوثيق التعاون بين البلدين واضافت انه سيركز على الاستثمارات الاستراتيجية وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء اعلنت الولايات المتحدة الاربعاء انها لن تقف مكتوفة الايدي اذا اقتربت ايران بشدة من الحصول على سلاح نووية جاء ذلك على لسان المبعوث الامريكي الخاص لايران روبيرت مالي قال فيها اذا ابدوا او بدوا في الاقتراب اكثر من اللازم من صنع قنبلة نووية عندها طبعا لن نكون مستعدين للوقوف مكتوفي الايدي المبعوث الامريكي لم يوضح ماذا يقصد باقتراب ايران جدا من الحصول على السلاح النووية كما انه لم يتطرق الى الخيارات الامريكية في تلك الحالة نهاية الموجز في امن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة